في موضوع آخر الآن وفي حوال المجتمع الكوابل الكهربائية العشوائية أصبحت خطرا يهدد سكان أحد أحياء العاصمة منذ أزيد من خمس سنوات نتبع تفاصيل مع رميل أحثامنا على مسافة 330 متر تمتد هذه الكوابل الكهربائية التي تزود سكان هذا الحي بباب علي جنبي العاصمة بالكهرباء وعلى محيطها يتقذف هؤلاء الأطفال الكرة غير مدركين للخطر المحدق بهم نحن لا يوجد من خطار ولكن في المساعدة نتعلم هذا الحديد ونتعلم هذا الخيوط على 340 متر أو 330 متر نحب أن نعبه هنا فصحا ما يقولون مثلا نعبه هنا لدي الخيوط تريسيتي ودائما تريسيتي هنا لو كانت تشتاوي قيسي ينجل على الخيط يقدر أنه يموت لأنه يجب أن نتعرف 24 مصر حانا 24 مصر أريد أن نعبه أنا خاصة 150 متر لكن هناك ترى 320 أقول رأي من الم relative لذلك عوية ينجل على الخيوط على أنه يحصل على لحظة الإلكترائي وإن أخرج خوف كبير يعيشه سكان هذا الحي من خطر هذه الكوابل منذ سنة 2013 فترة عرفت حوادث خطيرة كادت أن تؤدي إلى كوارث حقيقية رغم أن تداروك الواضع لا يحتاج لإمكانية كبيرة هذا وقت 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 Inspirar قبل 2013 وقتنا من 2009 2010 2010 2010 كل شخص الكبيرة جزيلاد هذا وقتنا ككبيرة هذا وقتنا يجب علي ourselves وإذا كانوا يجب علينا الحديث هذا وقتنا من 940 هذا هو التي تداروه مني بالموقع الكارتين ومن الشخص نحتاج لطرقه رقم لقد قطعوا فيه مصر ومن الصحيح يحبقون الخيوط الأشخاص يحبقون خيوط التعامل الجديد وضعية تفضح عقلية البريكولاج التي تواصل فرض منطقها حتى على حساب حياة الأبرياء فهل ستتدخل المصالح المعنية لتجنب ما لا يحمد عقبه